من حوالي شهر كنت عم بحكي عن هوندا سيوفي وقلت اني أول سيارة كنت بلشت سواقة فيها كانت هوندا سيفيك مش أكورد متل اللي معنا اليوم عشرية ثلاؤ وعشرين جديدة كليا بتقلي انتبه انك انت تارك سيارة دايرة سمعين يعني صوت العصافير مغطي على صبرا فيش صوت إنجن تقريبا هوندا أكورد عشر ثلاؤ وعجبني أكتر شي فيها سيارة تصميم كليا جديد وأجمل في الأكورد العشرين ثلاث وعشرين مش الواجهة المؤخرة طبعون السيارة بعد شوي هوندا شو عنده بحلقة جديدة من مستر تيك قبل ما نبدأ لا تنسوا اشتراك بالقناة تفعيل زر جرس وخينا نشوف شو عنده هوندا أكورد عشرية ثلاث وعشرين الجديدة مرحبا بحلقة جديدة من مستر تيك معكم يا أب سالم ومثل ما حكيت من شوي يمكن أول شخص حيعمل مراجع على سيارة نبدأ بالتصميم من الخلف بتاع يا بيبو السيارة البضي كليا غير أكتر شي عاجبني فيها سحبة الإضاءة اللي موجودة اللي شايفينها بالخلف حشر نفسه بيبو تعال عندي هالميلي تعال 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 تبين مثل العيون المكحلة اللي فيها مع الكاميرا اللي موجودة عنديها بالخلف ولوغو أكورد الاستشعار النقط الموجودة وبتحس السيارة انسيابية مع علامة الشارك هادي او اللي شوفت عم تشوفها كتير صرنا بسيارات هوندا كرميل عدة استعملات بالسيارة بس اللي هي عطيها هيكي مثل زعينف سمكة القرش عدنا فتحتين للعدم من وراءة بديقول انه السيارة بتيجي منها نسختين الهايبرد والتيربو فيما بعد حنعمل تجربة كاملة لهايبرد هيدا بنسبة للتصميم الخلفي السندوق الى حد ما كبير وان كان مش الاكبر من فئته وهو بيجي بمركز التاني او التالت بس يعتبر محلي كبير وبساعة كتير لوجو هوندا عجبني هيكي بالتفصيل انه مبين متل لونين جايين مع بعض نروح على الجنب ونشوف كمان تكملة للانسيابية اللي موجودة مع التواير اللي عنا اياها الالمينيوم الـ 18 انش كنت بفضل تكون التواير تكون اعرض من هيك شوي كان هيعطيها طابع رياضي اكتر المميز بهد الميلي اللي شايفينا غير انه الشكل تبعها الانسيابي الكاميرا اللي موجودة عني هوني للامان اكتر فمجرد انتو عم بتحطوا اشارة وراحين صوب اليمين عندكم البلاك سبوت اللي موجودة او المنطقة العمياء اللي موجودة الكاميرا اللي حطينا هوني مجرد ما انتو حطيتوا اشارة دغري حت تعطيكن انه الحارة اللي موجودة عندكم على اليمين مين فيها سيارات وبيعطيكن متل نوع الالارم او السنسر انه انتبهوا اذا في سيارة تروحوش يمين الكواليتي او نوعية الصورة مش الافضل اللي موجودة بس هطيعطي اللي لازم ننتقل على المقدمة ولا حمشوفها هيك متل مقصورة او عمشوف شكل رياضي فيها اكتر هوني اتذكروا هيدا الشبكة اللي موجودة لانه هتلاقوه كمان مستحدس او اخدين منه وحطينه بالتصميم من جوه اللمبات اللي اكزمن اللي موجودة مع الاستشعارات او المستشعارات اللي موجودة قدام كاميرا امامية مش موجودة كده بفضل يكون فيه كاميرا امامية للسيارة بس عادي تمام هولا السنسر الموجودة معنا اياهن للباركينج اذا انتو عم بتصفوا او حتى نقربتوا حتى بفرجوكوا اياها كمان بالسياقة خلال اسواءة على الطريق هدولي بيعطوكم الان رود والارم اذا انتو طلعتوا برات الطريق اذا فعالين اكيد الخاصية وبنوصل لهيدا الميلة هالميلة اناها ما عندي كاميرا لكن عندي تصميم بكمل بالانسيابية اللي شايفينا موجودة عندكم اللون بيبوا هيدا اللون شو بيسموه لا لا اول عادي غري هو بيبوا بيقول هيدا اللون غري انا عم فزا هيدا اللون غري ولا لا بس يعني هو واحد من اللي كانت عم بتسويق له هوندا اكتر شي هوندا اكورد عشرين ثلاثة وعشرين بيجي عنا محرك اربع سيلندر واحد فاصل خمسة ليتر مع قوة مية تمام وتسعين نيوتن مية تمام وتسعين حصان واللي بيولد ميتان وستين نيوتن هدول كلنا رقام رائعة اللي بيخلي عندك التسارع من صفر ل مية بالمية سمع سواني تقريبا انا ما جربتها بس هيك بتقولون دا بفضل ما اجرب هدولي خاصة بالطرقات بالمدينة عنا تقريبا استهلاك للوقود عنا خمس لتر لكل مية كيلو متر انا السيارة تقريبا صرت سيقها هقول من حوالي الخمسمائة كيلو بالخمسمائة كيلو بعد فيها شحطتين او شحطة وشوي والليه تعتبر واحدة من افضل الاستهلاك اللي موجود بالسيارات السيارة مش رياضية ومش عائلة يعني بين البنين بتعرف وين بس تحكي عن سيارة سيدانية بين البنين السيارة الرائعة التحكم اللي موجود على الطريق كمان رائعة لدرجة انو حكيت حدا من الشباب اللي عملها تاجر وين قابلت اكيد السيارة مش رياضة اللي هين عندهم غير سياراتي ايها رياضية اكيد مش مش الاكود ولكن كخيار لاشخاص بيحبوا بين البنين عندك عائلة وبنفس الوقت حابب القوة او ايه مش قوة قوية واحد فاصل خمسة بس عم نقول انو انو حتى بس جربت كابسة السبور او بعدين من جربت الايكونومي هتلاقوا فيه صوت عزم بالسيارة رهيب وحتلاقوا فيه فيه قوة ممكن لان سيارة جديدة بعدين بس انو حاس فيه سبات بالسيارة حاس فيه جمود بالسيارة خاصة على الكواع بس اذا ماشي انت بطريق فيه شوية زاويات حادة سيارة سابتة وبتعطيها انا طلعتها طبية فيه سبات رائع بعض النقط اللي حقول عنها مش كتير عجبتني بالسيارة كنت فضل يكون فيه كاميرات تلاتين وستين درجة موجود بس على جوانب والخلف يعني لقول الصندوق كان يازم يكون اكبر بعد شوية نجزة صغيرة انا اسمها لي تمام بس شفت او يعني حدا مش شاب كان عم بيعلق لعادة الموضوع قلت خلينا اولى يعني عادي غير هيك التصميم من الداخل يعني حطين دفعين مصاري هلأ اوكي السيارة مش كتير رخيصة كانت تبدأ عندك من مية و وعشرينات درهم عم نحكي لان انا اخدتها من الصالة العرض بالامارات وممكن توصل للمية واربعينات بس منذكر شغلي ان انت اللي بشتري هوندا ما بشتري هوندا كرمال يبيع بعد سنة لأ هوندا انت انا الاول هوندا قعدت معي سبع سنين اذا مش اكتر كمان بلبنان مش كيف يغير سيارات بس انو هالقد ضيان كانت السيارة شخصين بدي اشكرهم اول شي بيبو اللي مبين بكل نعكسات النضارة عندي هون شكرا بيبو شكرا لهوندا لعطتني التجربة انو جرب الاكورد لعشرين ثلاثة وعشرين كل مرة بطلع بسيارة هوندا بقول هاهي السيارة اللي حتكون السنة الجاية اعرف شو عندهم السنة الجاية ممكن مجرب شي جاية حابي مجرب الهايبرد كمان لهوندا اذا انكن اي سؤال عن هون كوردة عشرين ثلاثة وعشرين كوريا بالتعليقات اذا حابين اعمل مقارنة بينها وبين سيارة تانية تيربو والهايبرد كمان قلولي هدا كان كل شي لليوم حلقة جديدة منشوفها الجماعة الجاية تنسوا اشتراك بالقناة تفعيز الجرس وبس سلام